قد تقدر المعلومات على تحقيق ما يعجز عنه السلاح هكذا بدأ تسريب الوثائق المنسوبة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والتي تضمنت تفاصيل تكشف عن نقاط ضعف الجيش الأوكراني وتقييم قدراته قبيل الهجوم المضاد الذي تقول كييف إنها تستعد لشنه على الجبهة الشرقية لإنهاء حرب الاستنزاف المستمرة فيها راجعت بعناية المعلومات التي كانت متاحة للجمهور هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع أما تلك التي تتوافق فقد فقدت أهميتها إذن فهو مزيج من الحقيقة والأكاذيب لذلك أفترض أنها أجريت عمدا كنوع من الحرب النفسية الفرضية الأوكرانية تؤيدها تصريحات مسؤولين أمريكيين قالوا إن بعض الوثائق التي تقدم تقديرات للخسائر البشرية في ساحة المعركة جرى تعديلها لتقليل حجم الخسائر الروسية المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفاؤها أو أتباعها الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا وخاصة الولايات المتحدة وهذا واضح تماما بالنسبة لي الولايات المتحدة هي الأخرى لا تستبعد أن تكون موسكو هي التي دبرت التسريب لبث الارتباك والفرقة المحتملة بين واشنطن وحلفائها وفقا لمسؤولين سابقين في وكالة المخابرات المركزية وفي ذلك إقرار أمريكي بصحة الوثائق المسربة تأسيما بعد تأكيد وزير الدفاع لويد أوستين أن بلاده لن تهدأ حتى تعرف من يقف خلف التسريب جزياً لإنيفذت لا يمكن حيث موسيقى